أولت الدولة المنظومة الصحية اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية من خلال إقامة عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة وتطويرها لعدد آخر بالإضافة لدعم صناعة الدواء والعمل على طوبتينها تعزيزا لهذه الجهود يأتي إنعقاد المؤتمر الطبي الأفريقي الأول صحة أفريقيا وصف آمال كبيرة نحو نقل أحدث الوسائل التكنولوجية في المجالات الطبية وذلك بمشاركة عالمية لأكثر من 350 شركة عارضة اهتمام كبير أولته القيادة المصرية للقطاع الصحي ليس على المستوى الوطني فحسب بل كان لدول القارة الأفريقية نصيب من هذا الاهتمام وذلك في إطار العلاقة الخاصة التي تربط القاهرة بعواصم القارة السمراء وبعد النجاح الكبير الذي حققته المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة في القضاء على فيروس الكبد الوبائي C في فترة قياسية أعلن الرئيس السيسي عن مبادرة علاج مليون أفريقي من فيروس C واستمرارها لتشمل 14 دولة ضمن المبادرة الرئاسية خطوة فريدة ومهمة جاءت في وقت دقيق كان العالم خلالها يواجه وضعا صحيا شائكا على وقع تفشي فيروس كورونا تؤكد من خلالها مصر مسؤوليتها تجاه أشقائها واستمرارا لجهود مصر في دعم دول القارة السمراء أرسلت القاهرة مساعدات عينية طبية إلى 30 دولة أفريقية بلغت كل شحنة منها في حدود واحد ونصف طن لكل دولة لمساعدتها في جهود احتواء التحديات الناجمة عن انتشار جائحة كورونا وذلك في إطار المساهمة المصرية في الصندوق الأفريقي للاستجابة لكوفيد-19 التابع للاتحاد الأفريقي ولتقطي الأزمات الصحية التي تعاني منها الدول الأفريقية ساهمت مصر بتطوير جودة الخدمات الصحية في أفريقيا وذلك عن طريق تكثيف القوافل الطبية وإرسال أطباء في كل التخصصات الطبية وأعداد بروتوكولات لتدريب الأطباء الشبان في دول القارة كل ذلك في إطار خطة استراتيجية صحية لدعم تلك الدول اهتمام مصر بالرعاية الصحية خلال السنوات القليلة الماضية جعل منها مركزاً للرعاية الصحية في القارة وذلك بفضل النمو الذي حققته مصر بقيادة الرئيس السيسي والتي استطاعت من خلاله أن تجعل من نفسها لاعباً محورياً في المنطقة وقدرتها على بناء شراكات قوية مع مختلف الدول بكافة المجالات ومن أهمها المجال الصحي اتصاقاً مع ما تقوم به الدولة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة مصر 2030 وآجندة الاتحاد الأفريقي 2063 والتي تركز على زيادة الاستثمارات في الرعاية الصحية لتعزيز الصحة في القارة